طيب خلينا نقول لحضراتكم انه سريعا جدا طبعا الاهلي يسافر بطائرة خاصة للمريخ ان شاء الله يوم الاربع ومفترض انه ديانجا هيرجعلين هنا الاول ويسافر مع البعثة وولتر بواليا ان شاء الله هيتضم ويقابل البعثة في السودان وتبدأ مرحلة التحضير الاساسية لانه اذا كنا بدأنا فعلا تدريبات وتحضير بالتأكيد ينقصنا اللاعبين الدوليين سواء كانوا مصريين او كان بواليا وديانجا الموجودين مع منتخبات بلدهم طيب بالنسبة لنادي المريخ السوداني بقى وطبعا الشكوى اللي كان تقدم بها للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف طبعا في نادي سينبا التنزاني وانه هو كانوا بيقولوا انه هو تلاعب في نتيجة مساحات اللعيبة بالنسبة لنادي المريخ وقال ان هي ايجابية بكورونا ولكن هي كانت سلبية لا الاتحاد الافريقي لكرة القدم رفض الشكوى دي وبعد يعني ما تحقق من الموضوع لقى انه المساحات بالفعل كانت ايجابية وما فيش اي تلاعب من جانب نادي سينبا التنزاني قال انه تمت مراجعة شكوى المريخ السوداني واتسبت عدم صحة الاتهمات اللي قدمها نادي المريخ في مذكرة رسمية وبالعكس النتائج كانت زي ما طلعت بالضبط ان هي كانت ايجابية بالنسبة للعيبة المريخ السوداني وعلشان كده تم رفض الشكوى دلوقتي سينبا التنزاني هو اللي بيتصدر ترتيب المجموعة طبعا عشر نقاط وبعد دي الاهلي سبع نقاط وبعد دي فيتا كليب أربع نقاط وأخيرا المريخ نقطة واحدة